اينا نروح لزمنة شريف شعبان من الأرض الملعب أيضا ولقاء مع الكابتن طاري خيري مدير فلني طلاق الجيش تفضل يا شريف من جديد بجد تحية كابتن هيسم ولديوفق طبعا معي نجم من نجوم مع النادي الأهلي كابتن طاري خيري بقول لك أهلا بيك على الشقات النادي الأهلي وتحاتي كابتن هيسم كابتن سلعوة كابتن طاه الرجب وكل مشاهدين تحياتي ليك والكابتن هيسم وانتولتين هو مع كابتن طهر رجب وكابتن سلعوي حبايبي مباراة صعبة مع النادي الاهلي يمكن الكوارتر الاول الاهلي كان مستعوذ الكوارتر الثاني بدأت تتقرب الجاب مع النادي الاهلي وبدأت صعب الجيم على النادي الاهلي الكوارتر الثالث والرابع خبرات لعب النادي الاهلي النادي الاهلي برضو معه لعيبة على اعلى اعلى مستوى وقدر يحسم الجيم لصالحه 86-63 يعني دي حاجة متوقعة احنا جايين في كل المتشاط بعيد عن الاهلي انت بتبقى جاي ميدي شغل عايز تنفزه لو حال فك التوفيق بنقزم الجيم على الفرق لالعبها رغم ان تبقى ممكن فيه 10% انت عارف انك هتخسر وخصوصا ان كمان معكش محترف يعني انت الكوارتر اللي معاك لعب هي اقدر تنادي الجيش من بالها سنتين فيه قرار من فوق يعني مافيش محترف في كل الالعاب يعني مش في الباسكت بس انتمنى يبقى فيه منقف طبعا كل الفرق يعني الفرق الدوري كلها معاك محترف معادة احنا وسبورتينك اللي معندو مش محترف فارق معينا جدا الولاد رجالة تارجد بتاعنا كنا ندخل التمانية انا مسكت فرقة في نص الموسم من 3 شهور كان التارجد ان انت تدخل التمانية يعني فيه فرقة كويسة قوي معاك محترف بتلعب من التاسع الستاشر مسلا زي التأمين مسلا طول عمرها من فترة انما الولاد رجالة انت بتقدي انت انت مشات كتير قوي بتلعبها مع الفرق اللي هي اجمد منك وبتيجي تغسر الساعات بسبب محترف او بسبب ان انت قدراتك الهجومية بتيجي بعد فترة ممكن ما تبقاش الاربعين دي شبه بعض زي النهاردة مثلا بنجلي ليا و بنجلي حاجات صغيرة جدا لو العلب تجيبها ممكن يبقى الجيم معزم شوية انما فريق العلي فريق كبير ومحترم وجاز فني محترم فدي دي قدراتنا احنا مع الولاد اللي موجودين اه دي حقيقة دي حقيقة النهاردة في سكاوتنج النادي الالي كان فيه لعبة صغيرة وعلى رأسهم مؤمن طريق خيري تقييمك ليه الاول لا انا ما متحرجنيش في تقييمه انا مؤمن الحمد لله رب العالمين خطواته سبتة في النادي من 3-4 سنين الناس كلها عارفة ان هو لعب مميز عنده عنده مميزات لو عنده عيوب الجازة الموجودة او الناس اللي بتمرنه عارفة ايه مشاكله اه انما انا كولي امر بقى بعيد عن التدريب لا لعيب كويس اه ليه مستقبل يعني حتى لو لو في النادي الالي العدد لشان القايمة ليلة مالوش مكان يقدر يلعب حتى لو اعرف حتة تانية وياخد طايم كويس خلينا كابتن عيسم ينضم لنا مؤمن بقى ومؤمن سمع الكلام مؤمن نجب من نجوم النادي الالي الصعادين بسرعة ساروخ مؤمن رايك الاول في كلام الكابتن طاريخ خيري طبعا اسم كبير في عالم البسقط لا انا مش هنفع احلق بعد اللي هو طبعا يعني انا لا انا مبسوط ان هو يعني بتكلم رايك كويس وعايز اخليه دايما فخور بي فبحاول على الدماغ درعمل علي اكتر طبعا هو بفي خناق في الفيديو بس انما هو دي حاجة من وجهة نظره هو انا معرفش ايه يعني مش دايما بيعرف ايه اللي نويسني هو بيقول لي وانا بحاول اشتغل ولى ربنا كادبه بيكون بقى في الاخر نزلت وحاولت تقدي بقدر مستطاع بتي تلفت نظر الحاضرين في هذه المباراة اه حاولت كتير ان انا يعني بقى موجود في الدرجة بس يعني الظروف مكانش بتساعد انه الفترة اللي كنت ابقى موجود فيها الزبط فاضطريت ان انا بقى مش موجود وكابتن اشرف كان بيحاول ما هيقدر يساعدني اه فالنهاردة هو يعني يزقني في ماضي النهاردة ودي حاجة مخلييني عندي سيقا وعايز ألعب أكتر مع الدرجة الأولى شايفة كابتن طريق إن ممكن مؤمن يوصل لربع مستوى طريق خيري؟ صعبة جداً بتلعب كبير نعم صعبة صعبة جداً لا الكواليتي اللي عيبها نفسه اختلف عن زمان عند الوقت أنا أنا باتكلم عليه أو هو حتى الولاد اللي موجودين معاه إذا كان محمود أو عبدالله أو في ناس ما بتتساعدش عندنا الحمد لله قطاع كويس هي بس التايمينج لأنه كمان الظروف مش مساعدة للفترة اللي فاتت إنما بنتمنى لهم هم طبعاً كل ما بيجي يتزقوا يبقى عندهم فرصة يبقوا ييجابين جداً يثبتوا إن هم يقدروا يلعبوا حتى في المشيات الكويسة قوي وخصوصاً في الفترة اللي كان فيها إصابات لازم يعوضوا الدور ده أنا بس بطلب حاجة من الجماهير أو بطلب حاجة من الناس اللي دايماً بتهاجم الفرقة لأننا وإحنا مسكين كان فيه نفس المشكلة فيها جمع رهيبة على الجهاز الفني والعديد أنا ما بخدش على الموقع بسمع بيتقال إيه بس إحنا إحنا لسه بدر جداً في رقيتنا فرقة محترمة جداً الولاد لازم يسقوا في نفسهم من خلال جمهورهم أنا عارف إن فيه عتاب والجمهور بيزعلوا بس طول ما أنت بتنتقد بزيادة بيجي عدم ثقة للولد أو حتى للجهاز مهما كان الموضوع فيه خبراته فدي مهمة جداً نقف ودايماً الحساب في النهاية الموسم دي دي كنت أنا بطلب بيها دايماً وأنا بلعب الولد بدأت تكتمل شكلهم بقى نفسياً أحسن بعد ماتشة الصلاة وماتشة النهاردة فدايماً نبقاربوش معهم لحد لأن المهمة اللي بعد اللي كده إن شاء الله دي الدرجة مني ليهم يعني وربنا أكرمهم إن شاء الله مهما كبير من مدير فن كبير أنا سعدي لقدمعك النهاردة كابتن طار أنا أسعد أنا أقت حبيبي شكراً لك شكراً لك شكراً لك مؤمن مكمل معاك أمؤمن بقى أقول لي أخيراً قبل ما أختم معاك عندنا مباراة صعبة جداً مع الجزيرة شايف هذه المواجهة إزاي؟ طبعاً إحنا لازم نعوض اللي حصل في الدور الأولاني كله خسير بسبب الإصابات طبعاً أخطاء تحكمية كانت كتيرة طبعاً فماتش الجزيرة اللي جاي على ملعبهم وإحنا خسرنا منهم هنا فهيبقى الموضوع مختلف هنبقى عايزين نرد اللي حصل هنا إن إحنا كنا هنا نقصين ومش كاملين وزروف مساعدتناش وفي ملعبنا فإحنا الآن يجاهزين إن شاء الله ماتش يوم الجمعة ده هيبقى رد اعتبار والجمهور هيبقى مبسوط إن شاء الله بالماتش ده بإذن الله تكون لك دور مؤثر مع نادي الأيل اللي فترة جاء بإذن الله إن شاء الله أنا أتمنى يعني إن شاء الله شكراً بتسلم كابتن عيسام ده كانت لقاتنا طبعاً مع مدير فاني كبير هو الكابتن طارق خيري ومؤمن طارق خيري خلينا أقول لك الكوارتر الأول 25-14 للأهل الكوارتر الثاني 47-33 الكوارتر الثالث 69-49 نهاية المباراة 86-63 ده كان طبعاً لقاء الأهل وطلاق الجيش من اليوم مبروك فوز النادي الأهل على فريق طلاق الجيش عود لك من جديد كابتن تفضل